السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابنا وطالباتنا في موهوب اثنين للأحيا نكمل بإذن الله تعالى ما تحدثنا عن في الدروس السابقة مراحل وخطوات التنفس الخلوي في الدرس السابق تحدثنا عن مرحلتين من مراحل التنفس الهوائي وهما التحلل السكري أو الجليكولايسز بالإضافة إلى تحويل حمض البايروفيت إلى أسيتايل كوينزايم A أو عملية أكسدة حمض البايروفيت إلى كوينزايم A بالنسبة في عملية التحلل السكري ذكرنا أن سكر الجليكوز سيتحلل إلى جزئين من حمض البايروفيت ونتيجة لعملية التحلل أنتجت منها أو نتيجة لعمل الكسر الرابطة أنتج أربعة A-T-B بالإضافة إلى N-A-D-H وكان عندنا أيضاً 2-NAD-H ذكرنا أن A-T-B لن يحسب منها إلا فقط جزئين من A-T-B بينما جزئين ستعود مرة أخرى للخلية لأني استخدمتها في البداية في عملية أكسدة البايروفيت وتحويله إلى أسيتايل كوينزايم A ذكرنا أن راح ينتج عندي أيضاً جزئين من مركب أسيتايل كوينزايم A عبارة عن جزئين بالإضافة إلى أن نتج عندي جزئين من N-A-D-H من هذه العملية دعونا نعود مرة أخرى للمعادلة استخدمنا سكر الجلوكوز الذي انشطر وأعطاني جزئين من البايروفيت الأكسوجين لم نتحدث بعد عن الأكسوجين ثاني أكسيد الكربون انطلقت أثناء عملية أكسدة حمض البايروفيت وتحويله إلى أسيتايل كوينزايم A فقط جزئين من ثاني أكسيد الكربون لأنه تم فقد إحدى ذرات الكربون من كل جزئ فانطلق فقط جزئين فيتبقى أربع جزئين من ثاني أكسيد الكربون لم نتحدث عنها بعد H2O لم نتحدث بعد عن الماء ولم يخرج الماء إلى الآن من عملية التنفس الهوائي 38 ATB لم يحدث سواء 2 ATB إلى الآن ولم تتكون باقي جزئات ATB إلى الآن ننتقل الآن لنتحدث عن ثالث مرحلة من مراحل التنفس الهوائي أو دورات كريبس نطلق عليها اسم دورة كريبس نسبة إلى العالم كريبس أو نطلق عليها اسم سيتريك أسيت سايكل أو دورات حمض السيتريك نطلق عليها اسم دورة حمض السيتريك لأن في دورة كريبس والتي ستحدث في حشوة الميتوكندرية داخل الميتوكندرية سيتحد الأسيتاير كوينزايم A اللي تكون عندي في بداية دخوله إلى الميتوكندرية مع مركب رباعي الكربون يتكون من أربع ذرات كربون نطلق عليه اسم مركب أكزالو أسيتيت مركب أكزالو أسيتيت هذا عبارة عن مركب موجود داخل الميتوكندرية سأستخدمه في دورة حمض السيتريك ومن ثم أعيده مرة أخرى إلى الميتوكندرية لذلك نطلق عليها اسم دورة لأنها سنبدأ بمركب ونعيد هذا المركب مرة أخرى للخلية كما هو بعد عملية الاتحاد سيتكون عندي مركب سداسي الكربون هو عبارة عن حمض السيتريك الذي سيدخل في عدة تفاعلات نتيجة لهذه التفاعلات رح تنتج عندي كمية كبيرة من الطاقة كما سنشاهد في دورة حمض السيتريك كما تحدثنا سابقا بداية البايروفيت أوكسيديشن اللي تحدثنا عنها في الدرس السابق هذا الجزيء الأول سيكون عندي دورتين تلك الدورتين تحدثان في نفس الوقت لأن عندي جزيئين من البايروفيت ناتجة من تحلل جزيء واحد من الجلوكوز فرح يكون هنا عندي البايروفيت رقم واحد هنا البايروفيت رقم اثنين أول ما دخلت إلى غشاء الميتوكندرية مباشرة حدثت لها عملية أكسدا وخرج واحد من ذرات الكربون المكونة للبايروفيت إلى الوسط الخارجي في صورة CO2 وفي صورة CO2 فكان الناتج 2CO2 من هذه العملية ونتيجة لعملية الأكسدا تم اختزال ناد هنا إلى ناد اتش وأيضا ناد هنا إلى ناد اتش فتكون عندي 2 ناد اتش وتكون جزيئين من أسيطايل كوينزايم اي هنا جزي وهنا جزي عندما يدخل الأسيطايل كوينزايم A إلى داخل الستريك أسيد سايكل سيتحد بمركب موجود هنا في الخلية هو الأكسالو أسيتيت وهنا أيضا الأكسالو أسيتيت يتحد معه الأسيطايل مكونا حمض الستريك حمض الستريك سيدخل فيه تفاعلات عديدة جدا أثناء هذه التفاعلات سيتم كسر جميع الروابط الموجودة هنا في الأسيتيت سيتم تحرير ذرات الكربون وستنطلق في هذه الدورة في صورة جزيئين من ثاني أكسيد الكربون وهنا جزيئين من ثاني أكسيد الكربون ليخرج أربع ذرات من جزيئات عفوا من ثاني أكسيد الكربون إلى الوسط الخارجي وبكذا نكون أنتجنا الست جزيئات ثاني أكسيد الكربون التي تحدثنا عنها أيضا أثناء عملية تحول هذا الحمض حتى يصل إلى شكله الأولي وهو الأكسيد الكربون فإنه تحدث له عملية اختزال فيختزل تحدث له عفوا عملية تحويل من شكل إلى آخر ويختزل مركب ناد ويتحول هنا إلى ناد جزيئين أيضا هنا يختزل ناد ويتحول إلى ناد أيضا هنا تصدر في هذه المرحلة جزيء من يتحول إلى جزيء في هذه الدورة أيضا هنا يختزل مركب يسمى هذا مركب أيضا خازن للطاقة ويتحول إلى فاد اتش تو هنا جزيء وهنا جزيء في نهاية الحلقة أيضا سيتم اختزال ناد وتحويله إلى ناد اتش هنا جزيء وهنا جزيء لنخرج بست جزيئات من ناد اتش من ثلاثة من هذه الحلقة الأولى وثلاثة من الحلقة الثانية بالإضافة إلى جزيئين من اي تي بي جزيء هنا وجزيء هنا فسنخرج بجزيئين من اي تي بي وجزيئين من فاد اتش تو هذا بالنسبة للنواتج التي سنخرج بها من السيتريك اسيت سايكل أو حلقة اكريبس ويتكون في النهاية الأوكزالو اسيتيت المركب اللي أنا بدأت فيه أعيده للخلية كما هو نرجع مرة ثانية للنواتج التي تحدثنا عنها إذن ذكرنا النوجو زي واحد من الجلوكوز أثناء عملية الجلايكولايسيس سينتج 2 اي تي بي 2 ناد اتش أثناء عملية الاكسيديشن اوف بايروفيت راح ينتج 2 ناد اتش 2 اي تي بي وفي الكريبس سايكل أو حلقة كريبس 2 اي تي بي 6 ناد اتش 2 فاد اتش 2 الى الان موجود عندي فقط 4 اي تي بي والمعادلة ذكرت أننا سننتج 38 اي تي بي من أين ستنتج 38 اي تي بي؟ موجودة الكمية الأكبر من الطاقة موجودة في مركبات الناد اتش والفاد اتش 2 هذه المركبات أغنى بالطاقة من اي تي بي ولكن لا نستطيع استخدامها في أجسامنا بالضبط مثل العملات مثلا لو تكلمنا عن بلدنا هنا في المملكة العربية السعودية لا نستطيع استخدام سوى الريال السعودي بالرغم من أن الدولار والجنيه الاسترليني أكثر بالقيمة أكبر بكثير من الريال السعودي إلا أنني لا أستطيع استخدامها ولا بد أن أحول الدولار والجنيه الاسترليني إلى ريال سعودي حتى أستطيع استخدامها نفس الشيء في مركبات الطاقة الناد اتش والفاد اتش 2 أعلى بالطاقة من اي تي بي ولكن جسمي لا يستطيع استخدامها إلا إذا تم تحويلها إلى اي تي بي إذن في هذه الحالة أنا سأدخل أيضا مرحلة أخرى من مراحل التنفس الهوائي نطلق عليها اسم الفسفرة التأكسودية تتكون الفسفرة التأكسودية من خطوتين هما سلسلة النقل الإلكتروني والإسموزية الكيميائية هذه العملية تحدث على غشاء الميتوكندريا وإحنا نعرف أن الميتوكندريا تتكون من غشاءين ستحدث على الغشاء الداخلي لوجود أنزيمات تسمى أنزيمات الأكسدا يتم فيها تكوين معظم جزيئات اي تي بي واستخدام تلك الطاقة العالية الموجودة في جزيئات ناد اتش وفاد اتش 2 التي أنتجت في حلقة كريبس ونكون منها اي تي بي كل جزيء من ناد اتش رح يعطيني ثلاثة اي تي بي لاحظوا قديش الطاقة فيها عالية كل جزيء من فاد اتش 2 رح يعطيني جزيئين من اي تي بي طبعا هذه العملية الحسابية ولكن في الحقيقة عدد جزيئات اي تي بي هي أقل من كذا يعني ممكن نقول داخل الخلايا فعليا فعليا ممكن الناد اتش يساوي فقط اثنين ونص من اي تي بي والفاد اتش 2 واحد ونص اي تي بي ولكن حسابيا تكون ثلاثة واثنين فعليا في الخلايا لأن جزء من هذه الطاقة يستهلك في عمليات داخل الخلية داخل الميتوكندريا نفسها هذه بالنسبة للميتوكندريا هذا الغشاء اللي احنا تحدثنا عن الغشاء الخارجي والغشاء الداخلي ذو التعرجات ونلاحظ بينهم موجود الفراغ اللي بين الغشاءين هذا الفراغ اللي بين الغشاءين يلعب دورا اساسيا ومهما في الاسموزية الكيميائية ولا بد ان تكون تلك المنطقة اللي موجودة باللون الزهري الفاتح منطقة تحتوي على تركيز عالي من بروتونات الهيدروجين اي ان الوسط هنا سيكون وسط حامضي مقارنة بالحشوة الداخلية اللي راح يكون فيها تركيز ايونات الهيدروجين قليل ننتقل الآن للغشاء مثل ما احنا ملاحظين الغشاء الداخلي وتركيبه شبيه جدا بالغشاء البلازمي ويحتوي على العديد من الانزيمات التي تسمى انزيمات الاكسدة ستقوم تلك الانزيمات باكسدة نات اتش كما هو ملاحظ من خلال الصورة وتحويله الى نات وينطلق من عملية الاكسدة الكترونات وبروتونات الهيدروجين يتم اخراج بروتونات الهيدروجين الى الوسط الخارجي بين الغشاءين في المنطقة بين الغشاءين وهذه المنطقة اصلا تحتوي على بروتونات هيدروجين عالية فنخرج الهيدروجين ضد قوة الفرق في التركيز وتساعد الالكترونات بالطاقة التي تمتلكها في عملية اخراج بروتونات الهيدروجين ثم تنتقل ايضا بواسطة نواقل الالكترونية الى قنوات اخرى وتساعد في عملية اخراج ايضا الهيدروجين ضد قوة الفرق في التركيز تنتقل الى نواقل اخرى وتساعد في عملية اخراج او قنوات اخرى وتساعد في عملية اخراج بروتونات الهيدروجين ضد قوة الفرق في التركيز وعندما يضعف هذا الالكترون ويصل في النهاية فانه يصل الى المستقبل النهائي والمستقبل النهائي لهذا الإلكترون هو عبارة عن الأكسوجين الذي نتنفسه أثناء عملية التنفس الهوائي هنا الأكسوجين يكون المستقبل النهائي سيستقبل الإلكترون ويقوم بربط الأكسوجين مع الهيدروجين لتكوين جزيء الماء اللي تحدثنا عن أحد نواتج التنفس الهوائي في النهاية رح يكون تركيز الهيدروجين عالي في الخارج تركيز الهيدروجين منخفض في الحشوة الداخلية للميتوكندرية تأتي الآن مصانع ATB وهي عبارة عن أنزيمات تقوم هذه الأنزيمات بإدخال الهيدروجين مع الفرق في التركيز من التركيز العالي إلى التركيز الأقل وأثناء دخولها تنطلق منها طاقة تساعد في ربط ADB مع الفوسفات مكونة مركبات ATB وهكذا تتكون المركبات ATB عن طريق خاصية سميها الاسموزية الكيميائية كيميو أوسمسيس هذا بالنسبة لطريقة تكوين ATB فإذا جينا الآن نحسب ATB الناتجة من تحلل السكر والجلوكوز نتج عندنا اثنين ATB من الجليكولايسيس 2 ناد إتش تحولت في الاسموزية الكيميائية إلى 6 جزيئات من ATB 2 ناد إتش من عملية الأكسوديشن أوف بايروفيت تحولت إلى 6 ATB من خلال الكيميو أوسمسيس أيضا في كريبس سايكل نتج عندي اثنين ATB بشكل تلقائي لكن عندي 6 ناد إتش تحولت إلى 18 ATB من خلال الاسموزية الكيميائية 2 FAD H2 تحولت إلى 4 ATB من خلال الاسموزية الكيميائية مجموع الATB هنا راح يكون 38 ATB 38 ATB هذا راح يكون في البكتيريا التي تتنفس هوائيا بدائية النوى أما حقيقية النوى راح تكون فقط 36 ATB لماذا تكون كمية ATB عند حقيقية النوى أقل من بدائية النوى التي تتنفس هوائيا لأن بدائية النوى لا يوجد لديها ميتوكوندريا فتحدث جميع الخطوات سابقة الذكر في السيتو بلازم ويساعد الغشاء البلازمي في الخاصية الكيميائية بينما في حقيقية النوى لا بد أن تحمل البايروفيت والناد H إلى داخل الميتوكوندريا وعملية حملها هذه تحتاج إلى تقريبا جزئين من ATB فنعيد اثنين من ATB مرة أخرى للخلية فيكون الصافي هو 36 ATB كذا نكون انتهينا من مراحل التنفس الهوائي في الدرس القادم بإذن الله تعالى ننتقل لنتحدث عن ثاني نوع من أنواع التنفس في الكائنات الحية شكرا استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة